هذا وتبذل وزارات الدولة ومؤسساتها جهودا واضحة في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص للمحافظة على مكانة مملكة البحرين على مستوى الدول والمنظمة الدولية المعنية بهذا المجال قدمت مملكة البحرين نموذجا رائدا في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص عبر تبوئها الفئة الأولى في تصنيف الدول للعام السادس على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية وفي هذا الإطار أقامت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ورشة عمل بعنوان جهود مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمشاركة عدد من المختصين تحتفل مملكة البحرين باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي حققت فيه المملكة المرتبة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية وبمناسبة هذا اليوم تغوم إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الأداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بعدة مبادرات بإطلاق عدة حملات تواعية لرفع الوعي لدى الجمهور عن مخاطر هذه الجريمة وكفية تصدي لها من أجل أن نستمر في المراكز المتقدمة يجب علينا الاستمرار في مثل هذه الجهود سواء كانت جهود تشريعية أو إدارية أو تنفيذية بمختلف صورها بالنسبة إلى النيابة العامة قطعت شوط النيابة العامة في هذا الجانب سواء من حيث تدريب أعضاء النيابة العامة أو إنشاء نيابة التجارب للأشخاص التي تم إنشائها في 2020 وكذلك تدريب الموظفين المتعاملين مع مختلف هذه الجرائم بالإضافة ما تقوم به النيابة العامة لتدريب مأمور الضبط القضائي في مختلف الجهات لمكافحة هذه الجريمة سواء جانب الوقائي أو الجانب العلاجي وطبعاً وكان يابة عامة بعد أن نستلم البلاغات التي بها شبهة للتجارب للأشخاص نقوم بالتحقيق فيها وإذا وجدنا فيها أدلة كافية نقوم بحالتها إلى المحكمة المختصة من أجل اتخاذ كافة الإجراءات تأتي هذه الجهود الدؤوبة في هذا المجال بإشادة وتقدير كبيرين على مستوى الدول والمنظمات الدولية المعنية بالتصدي لتلك الجريمة التي تنكرها جميع الأعراف الدولية والأديان السماوية مملكة البحرين قد حققت إنجازاً جديداً وهماً في هذا الملف بالمحافظة على التصنيف الأول في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة التجارب للأشخاص طبعاً هذا الإنجاز يأتي نتيجة عمل دؤوب مستمر لسنوات طويلة بجهود مؤسسية متكاملة بين جميع الشركاء وعلى رأسهم طبعاً وزارة الداخلية وليس هذا الإنجاز بشيء غريب على مملكة البحرين نحن لدينا رؤية سديدة من صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيه مستمر من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مما جعل وزارات ومؤسسات الدولة جميعاً تعمل عمل منظم متكامل وتضع حقوق الإنسان وتعزيزها في أولويات عمل كافة هذه الوزارات والمؤسسات أنا في هذا المقام أحب أن أهنى كل من يعيش على هذه الأرض بهذه المكان التي تتبوأها مملكة البحرين بالحصول على هذه المرتبة الأولى في موضوع مكافحة الإتجار بالأشخاص كذلك لا شك أن لنا جهود نحن في إدارة الأقافة السنية بالتعاون مع مزارة الداخلية في مثل هذه الموضوعات وغيرها من المسائل يتحدث فيها الخطبة يتحدث فيها الوعاظ يتحدث فيها المتحدثون في المساجد أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين كل شر إن هذا الإنجاز ما هو إلا محصلة لجهود وطنية شاركت فيها إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الأداب العامة التي تقوم بإنفاذ القانون والعمل على تطوير مهارات العاملين على طرق الكشف بطرق استباقية عن الضحايا وتوعية المجتمع بأخطار هذه الجريمة لمجتمع خال من الاتجار بالأشخاص ترجمة نانسي قنقر